طيب هنروح لكرة طائرة كرة طائرة سيدات أو ناشئات بيلعبوا بطولة أفريقيا وكننا احنا قلنا الحلقة اللي فاتت استغربنا شوية ازاي بتتلاقي بطولة أفريقيا في التوئيد ده بطولة أفريقيا كلها بتبقى في 7 و 8 و 9 ولكن فيه هي دي أجند التحديد الأفريقي وخلاص بيلعبوا بطولة أفريقيا معنا ناجيريا فرقة مهمة جدا معنا كاميرون ومعنا بنتين كمان من النادي أو لعبتين من النادي الأهلي بيلعبوا في منتخب الناشئات طيب مين هم نور حمدي الصافي بنت طبعا الكابتر حمدي الصافي وبنت كابتر رحابي الغنام واللعبة التانية هي جودي آس الاثنين شاركوا بشكل كبير في الفوز على ناجيريا ده منتخب مستحت 17 سنة والفوز على ناجيريا أو صاحبة الأرض والجمهور 3-0 وقررنا الفوز من شوية على منتخب الكاميرون العنيد 3-2 وبكده يكون منتخبنا الوطني يصعد للنهائي وهيستنى الكسبان المطش ناجيريا والكاميرون عشان يتأهل ويلعبنا تاني في المباراة النهائية مباراة غالبا الكاميرون اللي هتأهل بس الكاميرون انت كسبتها مرة 3-2 بالعافية فإذا المباراة الفاينال مش هتكون سهلة لازم تتاخد بجدية بيبقى صعب تكسب فرقة أفريقية مرتين يعني الجيم إكوال تكسبها مرتين وعاربا بيبقى صعب جدا ولكن بناتنا قدها فريق الناشئات ونتمنى كل التوفيق لكل اللاعبات مش بس لعبات النادي الأهلي بإذن الله يفوزنا بيه هذه البطولة عشان يكون يعني ختام أجندة اتحاد الكرة الطائرة السنادي ختمها مسك بالفوز ببطول أفريقيا للناشئات تحت 17 سنة